احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في كنيسة العذراء أم الكنيسة في ماركة الشمالية بتجديد الوعد الكشفي للمجموعة وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه الأب خليل جعار رعي الكنيسة شارك في القداس الأب إبراهيم نفاع المرشد العام لكشافة اللاتين في الأردن بحضور الأخوات الراهبات وعدد من قادة المجموعات الكشفية في اللاتين والأرثوذكس وشبيبة والأخوية واللجنة الاستشارية في دير الكنيسة وحجد كبير من فعاليات الرعية وأبنائها وفي عدد القداس دع الأب جعار الكشافة إلى حبي كنيستهم وترسيخ روح الفضائل المسيحية والروح الأخلاقية الموجودة فيهم وتعزيز انتمائهم وإيمانهم بالله وخدمة الإنسان أنا كمسيحي بدي أتعلم بدي أشوف ولما بشوف حالي وبلدي محمي بقول للرب شكرا على هاي النعمة ديم نعمتك علينا لما بشوف شو بصير حوالينا باخد درس يسوع كمل الدرس أعطاهم مثال التينة لاحظوا أكم مرة يسوع أعطى وجاب سيرة التينة في الإنجيل المقدس لربما أنه كان يحب التين ليش لا فواكه حلوة في بلادنا أعطاهم مثل يسوع شو بقول لهم رجل عنده مزرعة زارع فيها كل أنواع الشجر لكن لأنه يحب التين رحية يخذ إلى الطين في إيده أول سنة ما عليها تاني سنة ما عليها في الأخير يحكي للكرمين اقلعوها ليش تعطل الأرض ازرعوا محلها شيء تاني قالوا لي يا معلم بس أعطينا فرصة واحدة منحاول أن نعطيها سماد ونعطيها اهتمام أكتر لربما إنها تثمر شو معنى هذا المثل حطوا حالكم محلها الشجرة الرب زين حياتك بالمعمودية الرب زين حياتك بالميرون المقدس بالمسحة المقدسة أنت مختلف عن الكل الرب حبك واختارك لكن الرب بنتظر منك ثمر بنتظر منك تقوم بدورك في الكنيسة أنت مش مجرد اسم أنت مكانك مصان في الكنيسة الرب ينتظر منك ثمر إذا أنت أهملت الرب بعطيك فرصة لكن لا تظن أنه سكوت الرب هو نسيان لا الله يمهل ولا يهمل الرب بعطيك فرصة زي ما أعطانا هاي السنة 2022 أعطانا فرصة جديدة فترة الصيام هي فترة توبة وعودة لالله تعالى تصحيح الاتجاه نحو الله تعالى لكن كم فرصة رح يعطينا الرب ما نعرف الكنيسة بتطلب مننا اتذكر وكون على حذر لا تهمل حضور الله في حياتك لذلك يا إختي أتأمل إن شاء الله هذا الصيام المبارك صلاتنا اليوم بدا تكون للرب نحن ساهرون ننتظر عودتك ومصابيح إيماننا مشتعلة ترجمة نانسي قنقر